عقود من الجعجعة بالمقاومة والممانعة لم يرى منها طحن إلى اليوم ويبدو أنه لن يرى منها من محور إيران الذي حول قضية فلسطين إلى شعار يتاجر به لتحقيق مصالحه وغاياته في المنطقة وها هو اليوم يحاول استغلال الهجوم على غزة لتحقيق ذات الغرض لم يصدر أي رد فعل من الحكومات والميليشيات التي تصنف نفسها على أنها محور ممانعة رافض للهيمنة الغربية وساعل لتحرير القدس فهذا الناطق باسم حكومة الإطار التنسيقي يقول إن إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد من شأنه تدمير العراق بسبب الأهمية الدولية للوجود الأمريكي في العراق على حد تعبيره لا أعتقد أن يبقى أن يكون شخصاً بالعراق لأن الوجود الغربي عموماً الآن موجود بناء على وجود الولايات المتحدة الأمريكية ووجود التحالف الدولي لطمئنهم هما باعتبارهم محمين ويظهر أن جميع القوى الموالية لإيران متفقة على ذات النهج فرقعات إعلامية دون أي فعل على الأرض التزاماً بدعوة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعي القآن للميليشيات الولائية في العراق بعدم التصعيد ضد إسرائيل وأمريكا بحسب ما كشف عنه معهد دول الخليج العربي في واشنطن النائب عن ائتلاف المالك محمد الزياد دعا إلى ما سماه كظم الغضب بشأن ما يجري في المنطقة وعدم التهور وذلك رداً على دعوة مقتدى الصدر إلى غلق السفارة الأمريكية في بغداد دعوة رأها مراقبون مزايدة مكشوفة واستغلالاً للفرصة بهدف إحراج خصومه السياسيين ما حدا بالمقرب من الإطار التنسيقي جبار المعموري إلى مهاجمة الصدر واعتبار تصريحاته محاولة للسيطرة على المنطقة الخضراء مرة أخرى فإذا غلقت السفارة الأمريكية تغلق السفارات الأخرى وسوف تغادر السفارات وتبقى بغداد وحكومة مشلولة وسوف تسقط ويأتي سيد مقتدى ويدخل الخضراء مرة أخرى ويدبح فيها الغزلان والبعران صراع على المصالح ومتاجرة بالدماء هذا ما تعودت عليه الميليشيات التي سبق لها أن اقتحمت السفارة الأمريكية بعد استهداف فصائل تابعة لها على الحدود مع سوريا لكنها اليوم تحسب حساب العواقب ولا تريد أن تفرط بزمام السلطة التي تتشبث به مهما كان الثمن